مرحبا بكم بقناتي إذا كانت هاي أول مرة تزورون قناتي فاشتركوا بالقناة وفعلوا الجرس ليصلكم كل ما هو جديد وأيضا لايك للفيديو مرحبا اليوم عدنا شرح أربع قواعد مهمة وسهلة جدا أول قاعدة منهن هي قاعدة الفور والسنس الفور معناها لمدة والسنس معناها منذ لكن هناك اختلاف في استخدام الاثنين منهم السنس يجي وراها بداية فترة زمنية أما الفور فيجي وراها الفترة الزمنية نفسها مثلا سنس 2017 سنس 2008 أما الفور فور 10 years فور 5 months فور 3 hours فور وهكذا خلونا نأخذ أمثلة ونعرف شنو معنى بداية فترة زمنية وشنو معنى فترة زمنية I've worked here since 2009 إذا ربت أستخدم الفور لهاي الجملة راح يكون كالتالي I've worked here for 10 years أوكي ليش for 10 years ليش تحولت المدة الزمنية خلونا نشوف المخطط الزمني التالي بالمثال الشخص المتكلم قال أنا عملته هنا منذ سنة 2009 زين هسا إحنا بياه سنة 2019 خلنحسب السنوات من 2009 إلى 2019 هنا 10 سنوات إذن إذن بداية عمله هي اللي راح نستخدم لها since أما الفترة من البداية الحد ما هو الوقت اللي يتحدث بي فراح نستخدم لها for فهذا هو الفرق بين since و for هذا المخطط راح يفهمك موضوع since و for كل هذا هو كل اللي يتعلق بقاعدة since و for خلي نشوف حسا حاليا أمثلة الكتاب ونشرحها أول مثال I've lived in HB since I was born استخدم since خلي نشوف الفترة الزمنية الوراء since نلاحظ أنه يقول since I was born منذ ولادتي أنا عشت في HB منذ ولادتي نلاحظ أنه محدد بداية المدة الزمنية منذ ولادتي أما المثال الثاني I've worked in the cafe for 10 years for اجا وراها فترة محددة لعشر سنوات أنا عملت في المقهى لعشر سنوات مثاليا واضحات جدا عن since و for أو بس خلونا ننتقل للقاعدة الثانية وهي قاعدة like زائد verb with ing هاي القاعدة تحتي عن إنه لما نريد نستخدم like ونخلي وراها فعل لازم نخلي للفعل ing كما في الأمثلة اللي كاتبنا ياها بالكتاب I like cooking I don't like cleaning up نلاحظ أنه like وراها فعل cooking هو فعل شبيه هذا الفعل ب-ing كذلك بالمثال الثاني I don't like cleaning up نلاحظ فعل clean اجا ورا like الفعل شبيه ب-ing وها هي هذا كله اللي يتعلق بقاعدة like إنه خلي ing للفعل اللي ييجي ورا like ها هي وبس ثالث قاعدة هي قاعدة using adjectives to describe استخدم الصفات من أجل الوصف يعني الصفات هي شنو helpful هاي صفة noisy هاي صفة شنو شلون صارت صفة شنو أصل هاي الكلمات أولا صفة helpful أصلها help لما أريد أحولها الصفة أخلي لها f-u-l helpful صفة noisy أصلها noise حولناها صفة صارت noisy وهناك الكثير من الصفات المطلوب هو حفظ هاي الصفات وبس وأستخدمها بالوصف مثل الأمثلة اللي عندي i like helpful people هو دايوصف الناس بالhelpful وصفهم باستخدام صفة وصفهم بأنهم هم مساعدين هنا i don't like noisy people أنا لا أحب الأشخاص المزعجين إنه هو ما يحب الناس بس هما يا ناس المزعجين وصفهم وصفهم باستخدام صفة رابع قاعدة هي using relative clauses to describe استخدم جمل الوصل من أجل الوصف جمل الوصل هي شنو؟ هي بالحقيقة موجم هي ضمائر اللي هنا الهو ضمائر الوصل الهو يستخدم مع العاقل العاقل هو شنو؟ هنا بيبو البيبو هم عاقل يا ضمير وصل أستخدموا الهو طبعا فالضمائر الوصل في شكل عام هي نستخدمها على مود نربط جملتين فبدال ما أقول i like people the people help each other أقدر أختصرها وأقول i like people who help each other ضمائر الوصل هنا هواي بس حاليا هنا بكتابنا موجود ضمير واحد وهو ضمير اللي نستخدمه ويا العاقل الهو ونشوف المثال الثاني i dislike people who are noisy فاللاحظ أنه ضمائر الوصل تجي دائما وراء البيبل وراء الاسم وراء الضمير هذا كل اللي يتعلق بقواعدنا الأربعة قواعد سهلة جدا سو كملنا درسنا لهذا اليوم أشوفكم فيديو ثاني ولا تنسون like للفيديو واشتركوا بي القناة باي